السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نيت كانت منا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال اليوم غادي نشارك معاكم واحد الايس كريم مكونات بسيطة بدون كريمة بدون شونتي وبدون كريم باتيسيار فعلا كيجي رائع وكيدوب في الفم وكيجي كريم يجربوه على حسابي راه غايعج بكم مية في المياه على بركتي الله فكسرونا كنعملو كأس ونصف من الحليب بالكأس القياس ديالو مية وخمسين ميلي لتر يعني ميتين ميلي لتر في المجموع ديال الحليب كنعملو ملعقة كبيرة ونصف من السكر وكنعملو علبة ديال كريم كراميل او الفلون اللي كيكون بدون سكر ماشي مهم الوزن المهم انكم تعملو العلبة اللي كتوضع عادة في نصف لتر من الحليب هنيا كنعملوها فكأس ونصف من الحليب اللي عملتو العلبة اللي كتكون فيها خمسونة غرام اللي هي بالسكر فطبعا ما غاديش تعملو السكر من بعد غادي نخلطو هاد السكر مع العلبة ديال الفلون حتى كي نساجمو وكنوضعوهم على النار وكنبقا ونحركو من حين لاخر باش ما يلتسقلناش الخليط بالاسفل ديال اليناء وكنخليو الخليط حتى كيوصل لدرجة ديال غاليان بعد ما كيغلي كنخليو الواحد مدة ديال نصف دقيقة كيغليو احنا كنحركو باش يجينا متماسكو من بعد كنوضعوه في واحد اليناء وكنخليو حتى كيدفا وندخلوه للتلاجة ونخليوه يبرد في انتظار انه يبرد كنجيبو واحد القنينة ديال الماء راها متوفرة في كل بيت انا عملت قنينة اللي حجمها متوسط كنتقبوها هكا بغيتو تسخنو السكين سخنوا وبغيتو تعملوها الطريقة عملوها شوفو كناخدو اديك القنينة كنحاولو نقرسوها باليد بحيث تنشكلو منها واحد زاويو كنقطعوها تقطيعا تكون صغيرة جدا ضروري باش ملين دخلو الاعواد ما يخرج لناش الخليط من القنينة خصوصا انه كيكون سائل من بعد كنجيبو هدوك الاعواد اللي كيكونو كيتباعو عند باعة لوازي من الحلويات وكنجيو كنبدو ندخلوهم في القنينة على هاد الشكل شوفوا معايا ضروري ان ديك التقب اللي كتعملو يكون تقب صغير الى سخنتو السكين فسخنوه وعملو يعني قغير قيصو به القنينة باش ما تعملوش تقب كبير ها هي القنينة غادي نخليها جانيبا ونمرو لتحضير الباقي على بركتي اللي في كسرنا اخرى كنعملو كأسين من الحليب ما يعادل 300 ميلي لتر كل كأس 150 ميلي لتر من بعد كنضيفو كذلك ملعقة كبيرة ونصف من السكر وكنضيفو صفار بيضة صفار بيضة ملعقتين كبار من السكر عيوض ملعقة ونصف واكدي لا بغيتو السكر يجيبين هكا كيجي السكر شوية ما بينش كنعملو ملعقة كبيرة من ناشا الزورة تكون ممتلئة وكنخلطو هاد العناصر جيدا بحيث دا كنشا كتتنشاجم لنا مع الحليب وكنوضعوها على النار وكنبقاوها كنحركو نحركو يعني ما توقفوش عن التحريك باش ما يلتسق لكم ش الناشا بالاسفل ديال الاناء الناشا ممكن تعاوضوه بالطقيق را كتحصلو على نفس النتيجة بعد ما كيغليو كيولي الخالي تتقيل كنجيبو الفلون ديالنا كيكون جاهز او الكريم كاراميل كيكون جاهز وكيكون بتماسك كنجيو سواء غادي تعملو خلاط كهربائي العادي او لا غادي تعملو هاد الخلاط الكهربائي كيبقا لكم الاختيار ممكن ايضا تحنو الفلون بوحدو وتضيفوه مع هاد الكريم اللي عملنا وتخلطوهم بالملعقة العادية كنجيو وكنفرغو هاد الخاليط ديالنا في القنينة كيما لحتو معايا ونخليو حتى يعني نفرغوه بالكامل ومن بعد كنجيو كيما لحتو معايا هنايا كيميا قليلة من الخاليط كتخرج لنا غادي ندخلوه المجميد بهاد الشكل يعني كندخلو القنينة هكا من بعد مرور ساعة كنقلبوها ونوقفوها وبحيت تلاحظو ان ذاك الخاليط مبقاش كيخرج هنايا خليتها كيما لحتو معايا حتى كتبرد تماما خليتها انا ليلة كاملة ممكن تعملوها من الصباح وتخليوها من الماساء شوفوا معايا راهدك الخاليط ما كيخرج من جيه هدي الاعواد كما قلت لكم كتدخلو القنينة على هاد الشكل يعني كتدخلوها بحيت هادو كل العود يكون في الاعلى من بعد ما كيتماسك لكم الخاليط كيبديو اللي تقين قلبوها وخليوها بشكل عادي كنجيب واحد السكين وكنبدو نقطعو راه كيتقطع بكل سهولة يعني رغم ان نتبه لكم القنينة بلاستيكية لكن مع الخاليط راه بسهولة كنقطعو السكين طبعا كيكون السكين اللي هو هكا السكين مزيان غادي نجيو كنزولو القنينة او البقايا دي البلاستيك بهالطريقة وبنفس الطريقة راحنا كنستمرو حتى كنقطعو كل الكيمية اللي عندنا كما لحتو معاي شفتو معايا هكا كنجيو وكنزولو ذاك البلاستيك وهنايا بعد ما قطعت كل كيمية قنجيبو الشوكولاتة قندوبوها على حمام مائي هنايا تعملو اي نوع من الشوكولاتة عندكم بغيتو تعملو اي نوع يعني مش ضروري حتى بديل شوكولاتة انا را عملت بديل شوكولاتة قنجيو قناخدو واحد بلاستيك غدائي او لا ورق الطبخ لمكيل السقش باش ما يلسق لناش من بعد هاد الايس كريم عليه وكنجيو وكنبداو الكيمية الاولى غادي نعمل فيها يعني شوكولاتة عادية بدون اي اضافات هكا كنفرغو بواحد سيطات ملعقة كبيرة وهزو كيمية كبيرة باش من بعد ما توضعوها على الاعلى تنزل لكم لانها كتبرد بسرعة يلا بقيتو كاتهزو كيمية قليلة بكمية قليلة غادي جيكم في شوكولاتة في هاد دموع كنجيو كنعملو الكوكاو اللي حمرتو يعني حتحنتو على هاد شكل كوكاو كونكاسي او لا ممكن تعملو اللوز والكيمية الاخرى غادي نعمل لها هاد الشوكولاتة اللي بالكوكاو او لا فول السوداني كنوضعوها فوق البلاستيك الغيدائي وكيما غتلاحظو معي رب من بعد غادي ندخلهم المجمد لان الجو حار كيبدأو كيدوبو كندخلوهم يعني في المجمد ونكملو باقي الكمية هنايا خديت شوكولاتة البيضاء دوبتها بشكل عادي وغنجيبو كمية اخرى وغادي نبدأ ونوضعو عليها الشوكولاتة البيضاء في الاعلى وفي الجوانب ومن الخلف غادي نوضعوها كذلك على بلاستيك غير دائرة هاد الشوكولاتة كتلصق عليه بسرعة لانه مجمد طبعا راح حاجة بينه ممكن هنا يتزينوها او لا تعملو لها كذلك الفول السوداني او لا الكوكاو كونكاسي مع الشوكولاتة البيضاء انا بناتي ما كتناولوش لذلك حاولت نتفاده وفي الاخير كيكون هادا وشكل نهائي شكل خليته عادي ولو جوز خليته عادي بالمادق ديال الفانيلا وجوز اللي عملنا بشوكولاتة العادية وبشوكولاتة البيضاء وبشوكولاتة اللي فيها الفول السوداني او لا الكوكاو كونكاسي راني غادي نشارك معكم كيفش كيجي را كيجي رطاب وكيدوب وكيجي زعمار رائع رغم انه مقوناته بسيطة وكيجي المادق ديالو حتى هو الديد غادي عجبكم وغادي عجب الاطفال ديالكم اكتر انا متأكدة 100% شوفوا معايا غادي هكا نعدو شتو راكي تعدو بكل سهولة شكرا على حسن المترجم